تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونا نيوز في فيسبوك حلقة اليوم بعد الفوز على هوسكا الفوز اللي النتيجة ما بتعكس فرق الأداء فيه وبتضلوا مكثير برشلونا في حلقة اليوم هنحكي عن كثير أشياء مجرنية المباراة أشياء عجبتني بالفريق شغلتين مزعجات وخطيرات لقدام رح نحكي عنهم وحنتكلم في النهاية على الويس سواريز اللي أصبح اليوم خبر برشلونا نتيجة ردات الفعل الكثيرة بعد مساهم في النقطة 12 لا فريقه برشلونا دخل المواجهة وهو على جدول الترتيب بفارق بزيد عن 10 نقاط مع 3 كومالريد يعني أي تعثر اليوم كان نهاية رسمية للموسم زي ما لمح كومان في تصريحه الأخير إنه معناها الفريق خلص يعني حسر يفكر بالثالث والرابع وانتهى الموضوع بالنسبة لهم محليا وبالتالي كان متوقع جدا الجدية المطلقة وانه الفريق يحاول يطلع بصورة طيبة عشان يبدأ الموسم بشكل مختلف بالنص الثاني فيه شوفنا كومان بيبدأ بأربعة ثلاث ثلاث ميسي بيلعب على اليمين إلا شوي خلينا نحكي بالعمق أكثر نملي يسار برايتوث مهاجم وبيرجع لثنائية دي يونغ بوسكتش وبيدري اللي بيكمل هذا الثلاثي ودس طبعا على اليمين وألبا على اليسار ما فيه أي مفاجآت في خط الدفاع الفريق لعب بهذا التشكيلة وبدأ من أول عشر دقائق بيانت كثير أشياء بيانت أهمية وجود جناح أمام الظهير لما يكون ظهيرك مش بالمستوى الخارق جدا فشوفنا قلبا بيستفيد كثير من قرب ديمبلي منه وشوفنا ديمبلي بيستفيد كثير من قرب قلبا منه أيضا بنفس الوقت كان دائما تتاح مساحات ديمبلي يقدر ينطلق منها نتيجة انشغال الظهير الأي منطاع الخصب بقلبا طبعا هذا الشيء ما كان موجود على الجهة الثاني وحنتكلم عنه بعد شوي بنفس الوقت كان فيه شيء آخر شوفنا بأول عشر دقائق انه هوسكا فريق مسكين مش في المركز الأخير صدفة ولا ظلم ولا صوحض فريق مسكين كرويا برشلونة بأول عشر دقائق كان ممكن نسجل هدفين مضمونين طبعا مباراة مثالية بكل شيء بس حاب أحكي نقطة في بداية الحلقة مسألة الفرص وإهدارها يعني أنا ما بذكر بحضر برشلونة من أنا صغير ما بذكر إيجت فترة على برشلونة بضيع كل هالكمية من الفرص بموسم وراء بعض مش مباراة وبتمشي لا كل مباراة عم بتكرر نفس السلامة ومشكلة إهدار الفرص مش بس إنك والله ممكن ما تجيبش جول بجيبه فيك جول لا مشكلتها إنك مستحيل تقدر تخلي فريقك يقدر تقدم مباراة كام لتسعين دقيقة ممتازة هو عم بضيع فرص ليش؟ لأنه شوية شوية اللعبين ذهني أنا بيضعفوا يعني الموضوع حتى شخصيا لكم لما تلعب بلايستيشن ونظل تضيع فرص بالأخير بتغلط وبيجي الهدف أنا أعتقد هذا جزء رئيسي من السبب أخطاء لعبة برشلونة كثرة الفرص اللي بتضيع اللي بتخلي اللعبين في حالة إحباط في حالة تشتت فمسألة هدار الفرص فعلا قاتلة للمستوى الفني مش بس لمسألة النتيجة بالتالي النتيجة الطبيعية هو الفريق ينزل مستوى بعد ستين سبعين دقيقة من إهدار الفرص زي ما جاعد بصير تقريبا في كل مباراة معكما برشلونة كان متأكد من ضعف خصمه اللي تكلمنا عنه وببساطة سمح لبدري دي يونغ يتقدم بشكل كبير كتير شفناهم دائما عم بزيدوا عرضيا من الدقيقة الأولى بدري إما بزيد داخل الصندوق أو بزيد ما بين خط الوسط وخط الهجوم ما بين خطين دفاع وخط وسط فريق هوسكا ودي يونغ كان يدخل منطقة جزائبي أكثر من مرة وبوحدة من هاي بتمرير عبقرية مليونة الميسي دي يونغ بيفتدح التسجيل وبينهي العقدة اليوم الترابط بين اللاعبين ممتاز خيارات التمرير تقريبا واضحة جدا عند كل لاعب خيار تمرير مضمون واضح عنده ما في مشكلة المسافات بين اللاعبين معقولة جدا وبنفس الوقت لما يكون في شوية مساحات كنا نشوف ديمبليا أو ميسي عم بتولوا الهجوم عليها بمهارتهم الفردية كان الفريق يعني بشكل مثالي اليوم عم بيظهر دي يونغ بدري مباراة ممتازة من حيث التمركز من حيث اشغال خط الوسط تعال الخصم دائما بدري بيسقط دائما بين الخطوط بشكل ذكي وكل هذا كان تمام ربما السلبية الوحيدة اللي حكيت حتكلم عنها في البداية مسألت دست المسافة هذي الكبيرة كاملة المفتوحت له على اليمين نتيجة انه مسي ما عاد أبدا يروح هناك إلا مرة أو مرتين في المباراة والباقي عمقه يسار مسافة كبيرة جدا عليه اللي هو لسه مش جاهز شخصيا خير نحكي لبرشلونة عشان يحاول يعبوناك ومش ألبس فهذه المسافة كبيرة جدا على اللاعب ترهقه وبنفس الوقت هو كثير بيصعد وما بتوصله كرة كأنه بيصعد على الفاضي وكثير مواقف بيلعب فيها واحد لاثنين لوحده وكأنه برشلونة بهذا الاسلوب عشان ينجح معاه ظهير أيمن لازم نجيب رونالدينيو ظهير أيمن والأهم من ذلك أنه تعلمنا بهذا الموسم والموسم الماضي من أول ما بلشت تتجسد هذي الشكل للفريق أنه في المباراة الكبيرة لما تنسى ثلف كامل في الملعب مش الشي الصح وحت الدم الضغط العالي لبرشلونة ممتازة جدية في افتكاك الكرة ممتازة تركيز ممتاز يعني ناحية دفعية أيضا كانت جيدة للغاية لهذا الفريق وبدري كالعادة عم يفت المرة ثانية أنه جوهرت برشلونة بتحرك بدون كرة بشكل عظيم وبيستلم كرة وبيقرر دائما تمريرها الصح أو ينطلق بالكرة بيتمركز بين الخطوط بشكل ذاكي دائما عم بضحي وعم مستعدي يرجع ومستعدي يوفر لزملاء المساعدة لا بدري جوهرة لازم الحفاظ عليها ولازم يديروا بالهم برشلونة أنه صارت أكثر من مرة يجيك مدرب يقلب على الموهب اللي عندهم فكثير مهم يكون لعب محمي لأنه واضح أنه ممكن يروح كثير بعيد في كرة القدم ولازم أوقف مرة أخرى مع كومن في أسوأ شيء بيصير مع كومن يعني قلة الأهداف هاي اللي بتضيع شيء والشغل الثاني تبديلات دائما كومن عنده مشكلة تبديلات واضحة حتى اليوم يعني اليوم بعد الدقيقة 60 بلش يباين أنه ويسكا بلش يحاول يجيس نب بل كي يزبطت معنا بالدقيقة 60 لل75 وهو يعني عم بستنى فاتدخل بالدقيقة 75 بتبديلين ثم بال78 يتبديل الثالث فبدل ثلاث لعيبة بثلاث دقائق كان واضح الفريق محتاج شوية حيوية بالدقيقة 60 ممكن كان لازم يبيانتش بدل بوسكتش بعدين لو بدي يبدل الظهير الأيمن يبدله بالدقيقة 75 فيكون في دقائق بين اللاعب مش ترمي ثلاثة مرة واحدة ومش تتأخر لما ترمي ثلاثة مرة واحدة ممكن الإنسجام ينفقد إنسيابية اللعبة تروح وبنفس الوقت لما تتأخر ممكن خلال العشر دقائق أو ربع ساعة اللي بتحاول تشتريهم يكون إيجا فيك التعادل يعني خلينا متفقين دائما من أكثر من مباراة لمباراة 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 كما في تبديلاته لسه بده شغل وميسي قدم اليوم مباراة تقنية ممتازة من حيث صناعة اللعب ومن حيث توظيف نفسه كصانع لعب وناقل كرة ما بين الوسط والهجوم كان عم بيكون أكثر حرس على ذلك صح سدد كثير لكن عجبني هذا الدور لميسي وهذا لازم نفهم تحول دور ميسي المستقبل مع تقدمه بالعمر يعني ما حيقدر يضلوا دائما يلعب أدواره المطلقة هذه بدنيا ما عاد قادر فأعتقد الدور التقن اللي ميسي عم بيحاول يوظف نفسه فيه الآن كأنه فهم وين لازم يروح كرويا بعيدا عن مسألة حالة الأهداف لا مسألة ميسي صاحب العبقرية في النظرة صاحب التمريرة الجاهزة وصاحب الرقضة الوحدي اللي ممكن تكون بلا هدف أمام الناس لكنها تفتح خط دفاع كامل لوحدها لأنه لينان ميسي دائما بيشوف اللي احنا ما بنشوفه لما يتحرك وأعتقد هذا التحول اللي بلش ميسي عم بحضر للآن باختصار قبل ما نتكلم عن لوي السواريز مباراة مثالية في كل ما فيها من حيث الهجوم من حيث الدفاع فريق لعب مباراة كويسة ممكن ضعفه بيّن برشلولة بهذا الفارق القوي لمستوى أنه أول ساعة 14 تزديدة مقابل ولا تزديدة لكن محتاج هذا الانطباع عنك محتاج الانطباع أنه أنا قوي لأنك بدك تستعيد ثقتك بنفسك كبرشلولة مدون ذلك مباراة تحقق فيها كل شيء الفوز والنصر المعنوي أيضا طيب خلونا نختم حلقتنا بموضوع لوي السواريز اللي حكيت عنه في المقدمة اليوم لوي السواريز أهدأت 3 كمدريد 3 نقاط في الدقيقة الأخيرة وأصبح تقريبا مساهمته بـ 12 نقطة مباشرة لـ 3 كمدريد يعني سجل هدف التقدم لفريقه اللي طلع فيه فايز تقريبا بأربع مباراة هذا الشي طبعا خلاق ضج كبير في السوشيال ميديا بين الصحفيين الكتلان والجميع بينتقد اللي طلع له السواريز وهذا الموضوع بصراحة بلأتكلم فيه بصدق وبصراحة تقريبا معظم الناس اللي طلعوا وانتقدوا خروج سواريز الآن حتلقوهم بالبداية كانوا دعمين في كثير أنا شوفت تعليقات صحفيين إسبان عرب كان هم من يقولوا سواريز خلص خلص واطلع الآن لما سواريز تعلق في نوع من الانقلاب على رأيهم أنا ما عندي مشكلة تحكي رأيك يطلع غلط كلنا بنعمل هذا الشي نقولوا سواريز سيء يطلع كويس فلان يطلع سيء نحكي عنه كويس يطلع سيء طبيعي المش طبيعي أنك تحاول تحمل غلط أنت كنت مآمن فيه لغيرك فقدت هذا الجزء الأول اللي مش المهم الجزء الثاني اللي هو المهم اللي هو الجزء الكروي في الموضوع لويس سواريز فعليا الموسم الماضي كان مسجل أهداف جيدة ولو ترجع على فيديو كنت عامله عن لوتاره بمارتينيز قلت حتى لو يجع لوتاره لازم يضلل لويس سواريز لأنه بيجيب نقاط في الدوري وبنفس الوقت ضمانة أنه لو نزل مستوى لوتاره يكون هو موجب هذا جزء الأول والرجل كان مسجل عدد جيد من الأهداف موسم الماضي وخرج دائما لما يطلع لاعب بعدد أهداف معين مهاجم التفكير لازم يكون كيف بدي أعوض عدد أهدافه مثلا لما خرج كريستيان رونالدو من مانشستر يونايتد طلع السر أليكس فريكسون قال أنا مش هدور على لاعب يجيب عدد أهداف رونالدو أنا هغير شي بحيث تتوزع عدد أهداف رونالدو بين 3-4 مهاجمين موجودين عندي هذه كانت طريقة تفكير برشلونا لما طلع لويس سواريز عمل أول غلطة أنه دفع له عقده وطلعه مجانا لخصم مباشر هذه لواحدة غلطة وبنفس الوقت ما اشترى بداله يعني أنت لما تضروا تلاعب اطلع بره اطلع بره ما بدي إياك شو معناها؟ معناها أنه عندك بديل جايبه أنت ما جبتوش هذا البديل طلعت مش مخلص مع حد وعليكت في الزاوية هذا الجزء الأول الجزء الثاني أنه الفريق فنيا هجوميا يعني فنيا ومن ناحية الهجومية ومن ناحية الفاعلية ما تحسن يعني كان الأمل يعني لو أنا أعتقد مثلا نحكي تفريس بجيب له 16 قول في الدوري كان الأمل يزيد عدد أهداف جريزمان 6-7 وكوتينيو شلوا 4-5 مع انسو فاتي شلوا 3-4-5 كمان بنشالوا إقوالي سواريز اللي صار فعليا انصاب فاتي وبنفس الوقت جريزمان ما تحسن وكوتينيو لعب بأكثر مركز بعيد عن مركز اللي كنا نشوفه فيه بتألغ دائما فكان اللاعب ضايع مش عارف شو بده وأيضا انصاب اللاعب فخلينا نحكي بصراحة خروج الويس واريز كخروج بناء على الجو اللي كان محيط فيه مش كثير غلط مش كثير غلط الغلط طريقة خروجه ومجانا ان تدفعه راتبه وكل هذا اللي صار لكن مش هذا الغلط الغلط انك ما عارف تتعوض عدد أهدافه طبيعة كرة القدم تبدل تحول يعني خلينا نكون واضحين لو نرجع لك تعليقات تحت معظم جمهور برشلونة الموسم الماضي في كثير مباريات كانوا مستئين من الويس واريز لانه طبعا بدنيا ما كان جاهز وكل برشلونة كان سيئة بدنيا الموسم الماضي يعني خلينا نوضح اللي حصل المشكلة مش بخروجه المشكلة طريقة تطعوينه المشكلة هو لا يجا مهاجم بداله المشكلة انه فنيا الفريق ما تغير عشان يوزع عدد الأهداف على اللاعبين المختلفين وايضا اللاعبين اللازم يشيلوك مثل جريزبان كوتينيو دي يونغ هدول كلهم تراجعوا لورا وما حدا شال هذا الفريق بالفترة الماضية انا بحكي يعني لو ميس يضل بفعاليته تحت السن الماضي هل كنا حنكون نتكلم عن ويس واريز وقروجه على أغلب لا يعني هي في كثير تراجعات صارت مش بس قضية سواريز نعم تلاعب مؤثب من يوم أول يوم طلع كتبت أنا عن أتلتك وقلت أتلتك واشترى لعب بيجيب نقاط والويس واريز بيجيب نقاط وسميوني عارف مين اشترى وعارف شو أخد عارف انه جاب بلاعب حيجيب له بالراحة 25 نقطة 30 نقطة في الدوري حتى لو أداءه في الملعب يعني وما أداءه في الملعب مش ذلك الأداء الخارق بس بيجيب النقاط وهذا اللي اشترى سيميوني وهذا اللي ماعرف فرشلونا يا عوضو نوصل لنا لتهاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى